تعالي معي كده اقولك على قطلة بسيطة جدا وقصادية بدون اي الحوم والله يا جماعة عاملها بدون اي الحوم ولا فراغ ولا لحمة تمام؟ بصدوا تعالوا كده صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الاهله وصحبه اجمعين تعالي كده لو معيك كوباتين من الرز تعالي ونقولك تعملي بيهم ايه بعد ما جسلتوا كده كوي ساوي وصفيتوا وكمان ستوينشا جبت المطحنة بتاعتي كده وطحنتهم بقى بودر كده بالشكل انتو شايفينه ده لو مش عايزة تطحنيه تقدرك جبيه جاهز من اي سوبر ماركت او اي بقية لعندك متوفر جدا اللي هي بودرة الرز ديت متوفرة تمام؟ انا كده خلاص طحنته اكونت بقى محضرة بصلة بصلة كبيرة وفلفل وكمان بقى دونس وكسبرة جبت كده الكبه بتاعتي وهبتدي اخلط المقامات اللي انا هقولكو عليها دي حطيت البصل وكمان الفلفل تقداري تحطي فلفل تاني لو مسلا مش حامي انا ده معي حامي فحطيت واحد بصل حطيت بقى الخضرة بتاعتي الكسبرة والبقدونس وكمان هضيف مرقايا حطيتها البهرات بتاعتها بسيطة هتلاقيها مش كتير ضيفت كده ملح هضيف كمان فلفل اصمر وكسبرة نشفة ايه ده كان الفلفل اصمر هضيف الكسبرة النشفة برضه وهضيف كمان بابريكا كده اوالي معلقة بس دي هي البهرات بتاعتي اللي انا هحتاجها اخلط كل نمع بعد في الكبه حطوا كده لايك الحلو بتاعكم ولسه بيشوفني اول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل اوالي ريديو بديوه بس دي وبعدما تحنى كده الخضرة هبتدي ان انا ازل بالرز كده تدريب حطيت حبة اخلطهم وكمان هزول كده كوباية صغيرة قوي اللي هي بمجج القهوة ده مية علشان خاطر القوامية تجانس كده معي ويعني تبقى عجينة معي بس هضيف بقى الجزء الثاني وهضيف كمان بقى الكوباية بس حبكم صغير قوي قوي ممكن بالمعلقة تعيري كمان بس دول عجينة كانت جاهزة هي معي بس دول عجينة كانت جاهزة هي معي هبتدي كده ان انا اصبعها وانا بعمل الحركة دي لازم تضغطي عليها علشان خاطر ما تفكش منك في الزيت تضغطي كده عليها وتطبعيها ممكن تعمليها مدورة برضو الاطفال بيحبوها جدا انا عملتها بالشكل ده عملت الكمية كلها وكنت مسخنة زيت سخنة على النور لازم يكون زيت غزير كده وسخن بيغلي فتحطي فيه بقى واحدة واحدة كده بالروحة هتبس لتلاقيها لونها حتى تغير لما لونها يضغير هتبتدي تحس ان هي استوت او ان هي اي نشفت كده معك شوية لحد كده تمامي امر طالما زيت سخنة انت حطيها زي ما قلتلك كده انت مشي صح بس انا هالي بقى الكمية كلها اللي معايا بنفس الطريقة اللي انا ورتها لكم دي كده بتدخل في السواء هوريكو برضو شكلها النهائي بعد ايه ما تتحمر خالص لقولون هكده اغميس اهو بصدو بالزبط بنفس الشكل ده ابتدي كده ان انا اطلعها على مناديل واحط باقي الكمية بتاعتها بس كده بالنسبة بقى للسلسة بتاعتها اه معايا تماطم مفرومة انا فرموها في الكبه ازود عليها حبة ماء صغيرة جدا ومعايا توم وكمان كوزبرة نشفة وملح وفلفي بس فقط لغير ممكن كمان اضيف مرقاية او نصف مرقاية لان انا حطى ملح بس هكده علشان ما تحدقش منك تعالوا بقى مع بعض نعملها هنا في السلطون كده على النار بمعلقة من الزيل هيتحمر كده معايا وهضيف سلسة الطماطن زي ما قلت لكم انا عملها في الكبه فهتلاقوها تقيلة كده فانه هضيف لها شوية مياه كمين وهضيف البهارات بتاعتيك وزبرة نشفة وملح وفلفل وكمان نصف مكعب من المرق تمام ما تنسوش بقى تحطوا اللايك ولسه بيشوفني الاول مرة يشترك في القناة زي ما قلت لكم علشان اي بنجو جديد يصلكوا اشعار به وضعوا لي كده دعوا حلوة من قلبكم طبعا احنا لما كنا بنعملها على طول حتى اماتنا كانت بتضيف عليها مثلا لحمة مفرومة او فراغ لا انا المراضي عاملها بدون اي الحوم وصة اقتصادية جدا من الاخر كده ومش هقول لكم بقى على رحتها كانت قلب البيت كله حرفيا كمان طعمها حلو جدا جدا والولاد حبوها وهنا بعد التماطن ما سبكت معي شكشكت كده قدامكم زي ما شفته ضفت عليها الكفتة دي كفتة الرز قعدت معي على النار يعني حوالي 10-15 دقيقة بالضبط زي ما تكوني بالضبط بتسوي الرز العادي تمام؟ لازم يعني هي تشرب من الصلصة كويس قوي علشان تترى معيك وما تبقاش نشفة تمام ركزوا قوي في الخطوة دي هتاكلوا احلى كفتة كفتة الرز دي تلعت حلوة جدا بجن تجربة حلوة جربوها بالطريقة دي حلوة جدا وللاولاد كامل بيحبوها اشوفكم بان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة